مجددا إلى مراسلتنا جويس الحاج خوري حيث يتركز القصف في الجنوب اللبناني الآن وقد انتقلت جويس إلى منطقة كفركيلا الآن كيف يبدو المشهد لديك من هناك صحيح روايدة كما ذكرنا في الرسالة السابقة استهداف لأطراف بلدة كفركيلا كما تشاهدون معنا وهذه عمليات أو صحب الدخان التي ترتفع من هذه المنطقة التي قصفها الجانب الإسرائيلي والنيران تشتعل في هذه البساتين كما تشاهدون هنا ونحن في الطريق إلى هذه المنطقة أيضا كان الجانب الإسرائيلي يلقي القنابل المضيئة فوق هذه المنطقة وهذه ليست العمليات القصف الأولى التي يشدها الجنوب اليوم تحديدا هنا القطاع الشرقي الذي استهدفه الجانب الإسرائيلي صباحا بمجموعة من القنابل الفسفورية وقنابل البضيئة والقنابل الحارقة تحديدا في مزرعة بسطرة في أطراف بلدتي حولة وكفرشوبة بقصف مركز في تلك المنطقة استمر لقرابة الثلاثين دقيقة وهذه المنطقة التي نحن فيها الآن منطقة كفركلة أيضا تم استهدافها قبل قليل وكان هناك إضافة إلى هذه القنابل والقضائف التي استهدفت هذه المنطقة الحرجية هنا كان هناك تبادل لإطلاق نار ورشقات نارية مكثفة لمدة عشر دقائق منعتنا ومنعت كل الذين يسلكون هذا الطريق وهو الطريق الوحيد الذي يمكن من خلاله التنقل في القطاع الشرقي شل هذه الحركة خوفا من الرشقات النارية بطبيعة الحال التي كانت تنطلق خصوصا وأن المنطقة هي متاخمة بشكل مباشر للجدار الفاصل بين الأراضي اللبنانية والأراضي الفلسطينية المحتلة إذن النيران تشتعل في هذا الأثناء كما تشاهدون روايدة في هذا البستان هنا في أطراف بلدة كفركلة وهذه ليست المرة الأولى التي يتم استهداف هذه المنطقة هذه المرة الثانية التي يتم فيها استهداف أطراف بلدة كفركلة بالقنابل وبالصواريخ من قبل الجانب الإسرائيلي نعم